أعلنت وزارة الخارجية أنه بناء على توجيه من وزير الخارجية سامح شكري قام السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية لشؤون الأوروبية باستدعاء القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة وذلك بمقر وزارة الخارجية أكدت الخارجية أنه تم إبلاغ القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل حكومة وشعبا للحوادث المؤسفة والمتكررة للحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد وأكد السفير إيهاب نصر خلال اللقاء على أن مصر سبق وأنحذرت من التدعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة مشددا على الموقف المصري الراسخ والرافض لمظاهر إزدراء كافة الأديان أو الإساءة لمعتنقيها باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرا للحق في حرية التعبير كما تم التجديد على ضرورة اتخاذ السلطات السويدية وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحسبة مرتكبها ترجمة نانسي قنقر